هنعمل مع بعض بقى كده النهاردة فطاير حدقة الفطاير ديت هتفكركم كده فطاير الافران عارفين الفطاير اللي احنا بنشوفها كده في الافران بيكون عليها حتة سجوقة او حتة تباسترمة بتكون شكل البيتزا كده وبنبقى عايزين ناكل منها الفطاير دي بقى كمان بالعكس هتطلع معاكم كده هشة وقطنية والعجنة حلوة ومع الشاي بالحليب واصبط من بتاع الافران بكتير تعالوا بقى كده بنشوف عملناها ازاي وعندي كمان معلقتين كبار من السكر وعندي كده رشة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكن بودر هقلب بقى كده كل الموضي الجافة مع بعض وهضيف كده نص كبية من الزبدة ممكن تحطوا سامنة او زيت وحطت كده علبة زبادي وهنزل بقى بالماء اتدا فيها بالتدريج واعجنها كويس قوي حلوة جدا وسهلة وبسيطة وهنوفر كتير كمان عما بنشتري المعجنات دي من الافران وبعدين هسيبها بقى كده في مكان دافي لمدة ساعة علشان تخمر اول بقى لما العجنة خمرت هقطحها بقى كده كور زي ما انتوا شايفين وهاجب بقى كده صانية الفرن وحط فيها ورق زبدة ممكن انتوا تحق يعني تتونوا الصانية زيت لو مش متوفر عندكم وهسيبها كمان تلت ساعة علشان العجنة تخمر تاني وحجمها يتضعف وجبت بقى كده طماطم وفلفل الوان التحتها شريح بالشكل اللي انتوا شايفونه ده سهلة جدا ممكن كمان تحطوا اي حشوان تحبنا هحط بقى كده كمان لانشون ممكن تحطوا بديل وبسترمة او سجوء عندكم بقى كده كباية بكعب الكباية وهنعمل بقى كده فحر في العجنة كده زي ما انتوا شايفين علشان الجبنة ما تقعش وتسيح حطت بقى كده الجبنة واحط الطماطم والزاتون والفلفل الالوان ممكن كمان تحطوا جبنة فيدة عملتها معكم بترقة سهلة وان شاء الله ما تكونش مكلفة معاكم وبعد كده هجيب صفار بيض احط عليه كده معلقتين حليب ممكن تحطوا فانيليا وهنتهم بقى كده وش الفطاير واحط كمان سمسم ممكن انتوا تحطوا حبة البركة وهدخلها بقى كده فرن سخن على درجة حرارة متين اول لما بيلاقها حمرت من تحت بروح مشغلين الشواية بتاخد لون حلو بقى كده زي ما انتوا هتشوفوا هتطلع معاكم احلى فطاير عملتوها وحلو او كمان مع الشايب الحليب والعجنة بقى كده اطنية وهشة وطرية او وطبعا احنا متعوديين لما الفطاير او اي معجنات بتطلع من الفرن لازم نغطيها علشان تطرم عنا وما تنشافش نحط بقى كده السمسم بصوا بقى في الفرن ومشاء الله منظر الفطاير يفتح النفس شايفين حلوة جدا وتنفح كمان للنشبوكس للاطفال في المدرسة شايفين تحفى اول بقى لما طلعت من الفرن انا طبعا غطيتها شايفين شكلها ما شاء الله تحفى وطبعا الخمس كبات دقيقة عملولي كمية يعني كبيرة يعني اوفر كمان من من انا اشترها من اي فرن بصوا عملتلي كمية دي دول خمس كبات دي بس ما شاء الله عملوا كمية كبيرة قوي والعجينة بصوا بقى كده طرية وتحفى لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير للفيديو وجربوها بقى واكتبوا هنا في التعليقات وان شاء الله تكون سهلة معاكم مش مكلفة اشتركوا في القناة